بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير أخواتي الغالياز كنرحب بكم في القناة ديالكم شهوة أم نور اليوم بإذن الله أخواتي غاد يقدم لكم هاد ميني بانكيك اللي كيجي أكتر من رائع كيجي زوين لا في الشكل دياله ولا في المدق دياله محشي بالكريمة ومغطسها كبرى الشوكولاتة نتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وتبرتجوا مع الأحباب ومع صديقة ديالكم باش تعمل الفائدة وما تنسوش اللي أعجب لكم الفيديو تشجعوني بلايك ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كان أحب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد على بركتي الله ما غادش نطول عليكم دزول مقادير وطريقة التحضير هنا غادين ديال هاد ميني بانكيك بالبرتقال ممكن تعوضوه بالحليب هنا يكاس إلا ربع من كل يعني كاس ديال العنباء ديال الحليب ستلقى المقادير مكتوبة في صندوق الوصف بالجرامات وهنا عندي ثلاثة ديال البيضات خمس ملعق اللي هي كبيرة ديال السكر سنيدة أي السكر الخاشين واحد الكيس ديال الكاكاولمول أو ملعقة اللي هي كبيرة وخمس ملعق اللي هي كبيرة أو مغارف ديال الزيت النباتية عندي هنا يقشوط ديال بورتقال ممكن تعوضوه بالفانيلا ولا استعملته الحليب وثلتميات جرام ديال الدقيق الأبيض النوعية الجيدة الخاص بالحلويات وغادي نحتاجوه كيس ونصف أي عشرة جرام من الخملة الحلويات أي البيكين باودر على بركة الله ندوزل التحضير بسم الله فإناء الخالط كنضيفو دك ثلاثة ديال البيضات والسكر الخاشين أي سكر سنيدة وهنا غادي نطلب أو نخلط هاد العناصر بالطلب الكهربائي ممكن دياله بالفوي أو بالطلب اليدوي وغادي نخلط هاد العناصر بالطلب الكهربائي ممكن تعوضوه بالفانيلا دياله جوج اكياس مايو عادي ربعتش الغران وهنا غادي نضيف زيت النباتية خمس ملاعق اللي هي كبيرة أو مغارف وغادي نضيف عاصر البرتقال الكيمية ديال العاصر هنا هي 300 مليلي لتر ممكن تعودوها بالحليب من بعد ما اخلط جميع العناصر الاولى ديبا غادي نضيف الدقيق ونضيف الخميرة ونضيف الكاكاو فوح الاناء غادي ندوز في الغرباء الكل يعني الدقيق وغادي نضيف على الدقيق نضيف ديال الخميرة ودك الكاكاو ودك الكاكاو من الاحسن كتتستعملوا النوعية الجيدة هنا استعملت غادي العبار الخميرة هنا كيف شاهده ودرت كيس واحد وكنضيف واحد من نصف الكيس الثاني مايو عادي العشرة غرام ودك الملعقة الكبيرة ديال الكاكاو المور او الكاكاو الخام ودرتو ديال اكياس يعني اللون كيكون شوية ما كيكون شغامق بحل هاد الكاكاو اللي كيكون بالعبار ممكن نديرو كيس واحد حسب الرغبة ديالكم حسب اللون المرغوب فيه غادي ندمج هاد الكيميه في اللول هاد الكيميه اللي ديال الدقيق والخميرة والكاكاو مع الخاليط من بعد غادي نكمل الدقيق المتبقي هنا ممكن دخلت غادي بالطلب اليدوي هنا يناقص السرعة المحلك ديال الطلب يعني كنحلك غير شوية غادي نكمل الدقيق المتبقي بالتدريج هدا هو القوام اللي تحصلت عليه ما هو خفيف و ما هو تقيق و غادي نمرو ان شاء الله باش ننطيبو البانكيك بسم الله غادي نمرو باش ننطيبوه ان شاء الله هنا كنخليو الخلدي هنا بتحرير ليت متى كتسخن معنا المقلاس كنا نديرو المقلاس ديالنا على نار كتكون هادئة و كنبدو نطيبو فيهم هنا شديد القياس بهذه المغرفة هادي ممكن شدو بالقياس شي مغرفة هكا او معلقة او ممكن دروهم في شي قنينة و كنشدو لالعبار ديالكم عنكم ميزانكم باش يجيكم القياس واحد و هنا بعد ما يطيبو من الاسفل نقلبوهم على وجه الثاني و صافيه هم طيبين معانا لا يأخذوش من الوقت بزاف نقصوا النار باش يطيبو للملداخل و سنكمل بنفس الطريقة و نرجع معكم بإذن الله هنا رجعت معكم أخواتين بعد ما كملت البانكيك نخليوه جانبا و نمرو ان شاء الله باش نجدو الكريمة عندي واحد لعلبة الكريمة شنطية بودرة واحد كاز إلا ربع ديال الحليب يكون بارد و هنا عندي السكر بودرة ممكن تستغنو عليه من اللي ما بغيش الحلاوة وهنا يعندي منكيه و ملون في نفس الوقت بنكهة البستاش على بركة الله نمرو لإناء الخفق غادي نديروا ذاك الكيس ديال بودرة كرين شنطية مع الكاز إلا ربع ديال الحليب يكون بارد و غادي نخفق هاد المكونات باش نحصل له واحد الكريمة اللي هي متماسكة هنا من بعد بطلعت معي الكريمة كنضيف واحد الكيمية ديال السكر و ضفت هنا ربع ديال معالق اللي هما صغارين ديال السكر بودرة ممكن تضيف غير جوج أو ممكن تستغنو عليها حسب الرغبة ديالكم اثناء غادي ننضيف واحد القليل من نكهة و ملون ديال البيستاش وهناي الكيمية حسب اللون المرغوب فيه و غادي ننخلط غير بسباتول يعني غير بشوية حتى ندمج هاد النكهة و ملون مع الكريمة ممكن تستغنو علي هاد الملون او هاد البيستاش ممكن تخليه تتعملوا الكريمة هاكاك يعني في اللون ديالها وهناي غادي نحتاجو اللوز كونكاسي يعني بغي نزين بالبيستاش كونكاسي لكن ما مطفرش عندي و درت هاد هاد الطريقة هادي عندي معتمدة كنشد شوية ديال الملون و ذاك المونكيه ديال البيستاش و كنخلطو مع هاد اللوز باقي ما حمصوش هناي ممكن تحمصو في اللو لعدي ديال الملون لكن ما كان مشكل غادي 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 نساهدو غير شوية و كياخد اللون ديال البيستاش بسم الله هناي كان مروا باش نعمروا الكريمة في البانكيك كنديروا واحد الكيمية ديال الكريمة مبعد مدرتها في واحد البوش باش ديني سهل الخدمة و ممكن ديروا غاية معلقة و كنحطو علي هاد طباقة التانية و كنضغطو غير شوية كيف كتلاحظو هناي وهناي القياس ديال البانكيك على ها قلت لكم قصكم ديروا يعني يجو قياس واحد بعد ما كتحتو واحد على الاخرى كي يجو في قياس واحد او تقدة واحدة و الكيميات ديال الكريمة كتديروا يعني حسب الرغبة ديالكم ممكن تعمرهم بزاف او غاية شوية نستمر حتى نكمل جميع الوحدات و نرجع معاكم باذني الله رجعت معاكم اخواتين بعد ما حشيتهم كاملين بالكريمة هنا يكندوزوا باش نغطسهم في شوكولاتة شوكولاتة اللي دوبتها بشكل معتاد يعني في حمام مريم واحد كاسرور كنضيف واحد الكيميات ديال الماء و نحط الاناء اخر فيه شوكولاتة نادرت شوية لزيت الشوكولات و الوحداتي ديال البانكيك تحصلت على 44 وحدة بعد ما لسقتهم يعني تحصلت على 21 وحدة هذا اللوز كونكاسي كيف تشاهدون بعد ما حمصته يعني اللي كي يجيب حل ديالين الباستاش يعني و خمم توفرش الباستاش ممكن ديروا هاته الطريقة هذي باش نتحصلوا على هاد اللون ديال الباستاش كي يجيزوين مع الشوكولاتة و نستمر هكا كن نهزي البانكيكا بعد ما حشيناها بالكريمة نغطس النص ديالها في الشوكولاتة و نزينوها بهذا اللوز كونكاسي او الباستاش كونكاسي رجعت معاكم اخواتي وهذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا او ميني بانكيك اللي محشي بالكريمة و مغطس في شوكولاتة و مزين هكا باللوز كونكاسي او الباستاش كونكاسي نتمنى ان شاء الله هنا للاعجب ديالكم و تجربوهم و تردو عليها في التعليق ديالكم ان شاء الله و نتمنى تشجعوني بلايك و تبارتجوا الفيديو مع الاحباب و مع الصديقة ديالكم عفوا باش تعم الفائدة و تبارتجوا معي لتطبيقة ديالكم في انستغرام او في المجموعة ديالي في الفيسبوك قد نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف في اسفل الفيديو و هذه هي اخواتي بعد ما قسمتها على الجوج نتمنى ان شاء الله تنالي اعجب ديالكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته الى فيديو قادم اشتركوا في القناة